صلوات على إمام زماننا لقد وضع لنا الحقيقة الكاملة فيما جاءنا منه في دعاء شهر رجب إذا كان كتاب المفاتيح قريبا منكم أتمنى عليكم أن تفتحوا كتاب مفاتيح الجنان معي إذا كان قريبا منكم ومتوفرا لديكم إنها الأدعية التي تقرأ في كل يوم من شهر رجب وتحديدا هذا الدعاء الدعاء المركزي في أدعية شهر رجب بل في كل الأدعية الذي أوله اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك هذا الدعاء الشريف الذي جاءنا من الناحية المقدسة من إمام زماننا صلوات الله عليه يشتمل على هذه المضامين التي حدثتكم عنها من أول الدعاء إلى ما يقرب من وسطه فإن الحديث عن التوحيد في مستوى عقيدتنا بمحمد وآل محمد وكذلك في مستوى أفق الحقيقة المحمدية أنا بدأت معكم حين ذكرت لكم أركان التوحيد وهي أركان توحيدنا نحن نحن الشيعة الذين نأخذ توحيدنا من محمد وآل محمد ليس الذين يأخذون توحيدهم من علم الكلام ومن الطوس وأشباه الطوس بدأت مع التوحيد في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية الدعاء هنا بدأ من أفق عقيدتنا بمحمد وآل محمد أتمنى عليكم أن تدققوا معي الموضوع حساس جدا وخطير جدا هذه عقيدة التوحيد ماذا نقرأ في الدعاء اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك إنهم محمد وآل محمد أسألك بما نطق فيهم من مشيتك إنهم مظاهر مشيئته والمشيئة هي الحقيقة المحمدية فالمشيئة مخلوقة أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة أسألك بما نطق فيهم من مشيتك وصلنا إلى الأفق الثاني نحن نقرأ دعاء وحين أحدثكم عن أركان التوحيد في عقيدتنا فحينما فصلت فيما بينها لأجل التوضيح وإلا فهذه المقامات متواصلة متصلة أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معاذن لكلماتك وأركانا لتوحيدك قطعا هذا العنوان هنا هو غير العنوان الذي تحدثت عنه حين قلت أركان التوحيد إنني أنا الذي اخترت هذا العنوان لتفصيل عقيدتنا التي نعتقد بها على المستوى الشخصي أما أركان التوحيد هنا فالحديث عن الوجود كله هذا عنوان آخر فلا يلتبس الأمر عليكم أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معاذن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا العنوان ينطبق أساسا وبالأصالة على الحقيقة المحمدية الأولى ثم يتجلى فيهم لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا هذا المقام هو مقام الحقيقة المحمدية بالأصالة وهو مقامهم بالتفرع عن الحقيقة المحمدية فحينما يكونون هم الحقيقة المحمدية المقام هو هو ولكن حينما يكونون المجال فإن مقامهم هذا سيكون بالتفرع عن مقام الحقيقة المحمدية الذي هو بالأصالة بالنسبة لها أقرأ عليكم الدعاء من بدايته ستلاحظون بوضوح هناك حديث عن ركن التوحيد الثالث الذي حدثتكم عنه إنه التوحيد في مستوى عقيدتنا بمحمد وآل محمد وهناك حديث عن الركن الثاني من أركان التوحيد حينما يكون التوحيد بمستوى الحقيقة المحمدية وبما أنهم هم الإسم الأعظم صلوات الله عليهم للحقيقة المحمدية من هنا يأتي هذا التماهي وهذا التواصل فهم الحقيقة المحمدية من جهة وهم محمد وآل محمد من جهة أخرى تتجلى لنا اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك هذا وجههم من جهتنا محمد وآل محمد أسألك بما نطق فيهم من مشيتك هذا وجههم من جهة الحقيقة المحمدية التي نطقت فيهم بكل جمالها وجلالها أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فبالأصالة الحقيقة المحمدية وبالتفرع هم هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فتقها ورتقها بيدك ويده الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية هي وجه الله وهي يد الله وهي لسان الله فتقها ورتقها بيدك بدعها منك وعودها إليك أعضاد وأشهات ومنات وأذوات منات جمع لماني والماني هو المجاز لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الكلمات لكنني أشرت إلى المعنى اللغوي لهذه الكلمة لأنني أعتقد أنكم لا تعرفون معناها أعضاد أعضاد وأشهات ومنات كما قلت منات هي جمع لماني والماني هو المجازي الذي يجازي بالخير ويجازي بالشر أيضا يجازي بالشر يجازي المحسنة ويجازي المسيء يجازيه بشره هو أعضاد وأشهات ومنات وأذوات وحفظة وروات فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك كل الذي تقدم الركن الثالث والركن الثاني عقيدتنا بمحمد وآل محمد أئمتنا وسادتنا التوحيد في هذا الأفق تستغربون من هذا ما نحن نروي عن إمامنا الرضا لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي مع ملاحظتي أن الإمام الرضا حين ذكر الكلمة الأولى قال بشرطها وأنا شرطها بينما حين ذكر الكلمة الثانية ما قال بشرطها فهذا هو حقيقتها وهذا هو شرطها ومشروطها حين قال إمامنا الرضا لا إله إلا الله الله يقول لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي أعقبها بشرطها وأنا شرطها وفي نسخة أخرى بشروطها أو بشرطها وشروطها وأنا من شروطها الشروط البقية إنهم أئمتنا في سلسلة الأئمة الأربعة عشر وأنا من شروطها فأنا شرط أنا إمام من تلك السلسلة لا أجد وقتا كي أقف عند هذين الحديثين لكن ني أعتقد أن التطابق واضح فيهما لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولا تنسوا فإن الكلمة الأولى جاءت مشروطة والثانية ما هي بمشروطة بحسب ما جاء مرويا عن إمامنا الضامن والثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر إنه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وقد حدث بهذه الكلمات جموعا كثيرة من رواة الحديث حينما مر في طريقه إلى طوس بمدينة نيشابور القصة لها تفصيل المقام ليس منعقدا للحديث عنها فهذا المقطع من دعاء شهر رجب يشتمل على توحيدنا في مستوى عقيدتنا بمحمد وآل محمد في مستوى معرفتنا بهم في أفق الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة هي تفسير للركن الثالث من أركان توحيدنا إنه توحيدنا في مستوى عقيدتنا بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكذلك هذا المقطع تناول الركن الثاني التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية العظمى كما قلت لكم هذا المقام للحقيقة المحمدية بالعصالة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك وذلك المقام في الحقيقة المحمدية يتجلى فيهم في محمد وآل محمد في الجهة التي نحن نتواصل معها وهذه جهة التوحيد فيهم ثم ماذا يقول الدعاء فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآله وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا هذا هو التوحيد من حيث نحن هذا الركن الرابع أما الركن الأول سيبدأ يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه ومكنونه يا مفرقا بين النور والديجور يا موصوفا بغير كن ومعروفا بغير شبه حاد كل محدود وشاهد كل مشهود وموجد كل موجود ومحصي كل معدود وفاقد كل مفقود المفقود الإشارة إلى كل نقص وفاقد كل مفقود وفاقد كل نقص ليس دونك من معبود أهل الكبرياء والجود يا من لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين يا محتجبا عن كل عين يا ديموم يا قيوم وعالم كل معلوم هذا هو الركن الأول من أركان التوحيد التي ذكرتها لكم بحسب التسلسل الذي ذكرته لكم بحسب التسلسل هنا جاء ركنا رابعا صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين قد تتساءلون من هم هؤلاء صل على محمد وآله فهذا العنوان واضح وعلى عبادك المنتجبين العباد المنتجبون هنا إنهم الأقرب إلى محمد وآل محمد من هم هؤلاء زينب الكبرى أبو الفضل العباس الحمزة أسد الله وأسد رسوله الطيار جعفر فاطمة المعصومة عبد العظيم الحسني رموز شخصت من قبلهم من قبل محمد وآل محمد قطعا الأمر لا ينحصر بهذه الأسماء هذه الأسماء ذكرتها توضيحا ومثالا وتبركا بعظمتها ولطفها وشرفها صلي على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين هؤلاء وبشرك المحتجبين إنهم الأنبياء والأوصياء في الأمم السابقة فهم من أشياع محمد وآل محمد ومر علينا أن الحمزة وجعفر هما الشاهدان للأنبياء يوم القيامة فمنازل الأنبياء والأوصياء في الأمم السابقة تأتي بعد منازل العباد المنتجبين لماذا وصفوا بهذا الوصف وبشرك المحتجبين إنهم محجوبون عن الله فمحمد وآل محمد الحجاب الأعظم نحن كلنا محجوبون عن الله وحتى العباد المنتجبون لكنهم ميزوا بمراتب ودرجات ففضلوا على البشر المحتجبين وإلا فإن العباد المنتجبين هم أيضا محجوبون بالحجاب الأعظم قطعا مراتب العباد المنتجبين تختلف عن مراتب البشر المحتجبين فمحمد وآل محمد هم الحجاب الأعظم هذه المطالب بحاجة إلى تفصيل والبرنامج ما هو ببرنامج للتفصيل في كل صغيرة وكبيرة لكنني أضطر في بعض الأحيان كي أقف عند بعض الكلمات التي أعتقد أنكم لا تعرفون معناها فلابد أن أتحدث عنها شيئا يسيرا لتوضيح معناها صلي على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين وملائكتك المقربين والبهم الصافين الحافين هذه من مراتب الملائكة وهي دون مراتب الملائكة المقربين إنهم صافون وحافون في مواطن العزي من عرشه سبحانه وتعالى مر علينا قبل قليل وبمواقع العزي من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك وأعظم مجال رحمته في العرش ولذا فإن الرحمانية تتجلى في أعظم صورها حين الاستواء على العرش الرحمان على العرش استوى فأعظم مجال رحمته في عرشه فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك هذا الدعاء مشحون بالمضامين العجيبة والدقيقة والدقيقة جدا كل مضامين منتشرة في الأدعية في الزيارات في الروايات فحينما تقرؤونه قد تجدونه مجموعة طلاسم لماذا؟ لأن الثقافة الشعية بعيدة عن ثقافة أدعيتهم صلوات الله عليهم بعيدة عن ثقافة زياراتهم الثقافة الشعية هي ثقافة مراجع النجر وهؤلاء أبعد الناس عن ثقافة العثرة الطاهرة وأجهل الناس بأدعيتهم وزياراتهم لماذا؟ لأنهم حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل وجاءونا بمناهج سقيفة بني ساعد وقذروا لنا كل شيء هذا هو الذي حدث على أرض الواقع في أجوائنا الشيعية نذهب إلى فصل ترجمة نانسي قنقر